تتواصل فعليات القافلة الطبية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالوحدة الصحية بحلايب لليوم الثاني وقال منصق القوافلة الطبية بالبحر الأحمر الدكتور وسيم إدوارد إن القافلة قامت بتوقيع الكشف وصرف العلاج لعدد 345 حالة بمختلف التخصصات الطبية وتم إجراء جميع الكشفات والفحصات وصرف العلاج بالمجان وذلك لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالي قرى ومدن محافظة البحر الأحمر ترجمة نانسي قنقر